استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً حول جهود هيئة تنمية الصعيد بمحافظات الوجه القبلية وذلك في مختلف محاور التنمية أكد مدبولي تضافر جهود مختلف الجهات بهدف دفع جهود التنمية وذلك في الصعيد بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين أشار هذا التقرير إلى تنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 17 مشروعاً في المحور الزراعي والاجتماعي والصناعي والبيئي بما يساهم في دفع عملية التنمية وتوفير فرص عمل